الفريقين نروح سريعا على الهواء مباشرة مع زميلي العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي واللي متواجد دلوقتي في أرضية ملعب أستاذ برج العرب والمران الأخير بالنسبة لنادي الأهلي عشان نتطمن منه على كل حاجة يا كيمو مساء الفل عليك وطمننا على كل الأجواء اللي موجودة عندك في برج العرب وكل الأخبار الخاصة بفريق نادي الأهلي جمهور النادي كله عايز يسمعك دلوقتي نعرف منك الأخبار كلها تفضل كريم العادة التوفيق لفريق النادي الأهلي جهازنا الفني إن شاء الله جمهورنا يكون السند الحقيق إن شاء الله كالعادة وراء فريق النادي الأهلي عندنا طبعا يمكن أمال كبيرة جدا على جمهور النادي الأهلي يكون بكسافة يكون ستين ألف طبعا كما زكر العميد محمد مرجان المدير التنفيذي على طرح ستين ألف تذكرة إن شاء الله نشوف ستين ألف مشجع من نار إن شاء الله في المدرجات تهافت كان كبير جدا زميل أمير كالعادة على تساكر هذه المباراة نظراً لأهمية المباراة تسعى بإذن الله البطولة الأفريقية تكون من نصيب النادي الأهلي كالعادة أمير طبعاً بنطمن كل المشاهدين وكل الجمهور عن آخر الأجواء والكواليس نهاردة طبعاً يمكن كالعادة فريق النادي الأهلي معسكر هنا في الأسكندرية لكن أبدأ معاك النهاردة اليوم من البداية خالص كان الاجتماع الفني الخاص بي المباراة اجتماع فني حضره كابتن محمد يوسف المدير الكرة طبعاً والمدرب العام لفريق النادي الأهلي أيضاً كمان كابتن ماهر عبدالعزيز أيضاً كمان طاقم التحكيم كل الأمور يمكن في الاجتماع الفني المعتادة الخاصة بي الروتينية بالنسبة للنظام الجمهور الحضور اللي طبعاً يكونوا متواجدين هنا قبل المباراة بساعة ونصف أيضاً كمان التحذير الشديد جداً على عدم الاعتراض على حكم المباراة نادي الترجع يكون مرتدي الزي الأزرق والنادي الأهلي سيكون الزي التقليدي الأحمر الأمور كلها يمكن صارت بشكل طبيعي جداً للاجتماع الفني تجديدات طبعاً على عدم الاعتراض على التحكيم دي ممكن كانت قوية جداً من المراقب اللي كان متواجد في المباراة لكن كعادة النادي الأهلي بإذن الله تكون المباراة موفقة يكون مستر باتريس كارتيرون كمان بنتمنى له كل التوفيق في اختيار التشكيل الأنسب بإذن الله لهذه المباراة مباراة أمير بنأكد أكتر من مرة 180 دقيقة وليس 90 دقيقة إن شاء الله نتيجة هذه المباراة الأولى تكون منعكسة بشكل كبير جداً تريحنا بإذن الله في مباراة 9 نوفمبر لأكوم في رادس في وسط جماهير كبيرة جداً 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 زي طبعاً المباراة الأولى وأيضاً كمان يا أمير يمكن المجود الكبير اللي بزل من الجهاز الفني واللعبين من نقطة وحيدة إن احنا نصل لهذه المرحلة ونصل أيضاً أيضاً للمباراة نهائية لسه ما حقناش حاجة لكن يحسب للجهاز الفني ولعب النادي الأهلي على الإصرار الكبير جداً اللي شفناه خلال المباريات الماضية أيضاً كمان المؤتمر الصحفي يمكن كان فيه الساعة الخمسة والنصف انتهى منذ لحظات وبدأ مباشرةً تدريب النادي الأهلي اللي انطلق فيه الساعة السادسة يمكن زي ما بنقول النهاردة بدأت تدريب النادي الأهلي بقراءة الفتحة المعتاد طبعاً مع الجهاز الفني ولعب النادي الأهلي قبل كل مباراة أو التدريبة اللي بيكون قبل المباراة بيكون فيها قراءة الفتحة وإن شاء الله بإذن الله كمان يمكن إحنا بيتمنى كل التوفيق غداً لفريق النادي الأهلي يكون مهيئ يكون موفق يكون في حالة تركيز شديدة جدا وده اللي احنا شايفينه امير من خلال معسكر فريق النادي الاهلي ويمكن كمان في هذه اللحظات التدريب النادي الاهلي انطلق زي ما بقولك زميل امير كالعادة طبعا احماء وبعد طبعا الكرات اللي يكون مربعات لكن مسموح لنا كالعادة يمكن 10 دقائق او 12 دقائق يكونوا متواجدين معنا لكل وسائل الاعلام المشاركة هنا او المتواجدة لتخطيط المرانة الاخير والرئيسي على فريق النادي الاهلي على استاد برج العرب اللي يستقبل ان شاء الله مباراة النادي الاهلي غدا الجمعة في الساعة التسعة زي ما شايف طبعا زميل امير للتدريب في حالة التركيز مستر باترس كارتيرون كان قافل بشكل كبير جدا على تدريب الامس واول امس ايضا كمان لان كان فارد تكتيج بشكل كبير تبعناها نشوف الكرات العرضية نشوف الفولات هيبقى فيه شكل متغير بشكل كبير النادي الترجع التونسي بيمتاز فيه الكرات العرضية لكن فيه تجهيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني لفريق النادي الاهلي على كل نقاط القوة والضعف ليه النادي الاهلي والعيبي النادي الاهلي او ايضا كمان فريق الترجع التونسي زي ما بقولك يمكن ان شاء الله باذن الله تكون الامور مهيئة لكن عايز اقول حاجة يمكن شايفين ان كابتن هشام محمد لم يشارك كافية للتدريب يمكن من الواضح ان كابتن هشام حتى هذه اللحظة لم يتم شفاهه وكابتن هشام كان عنده طبعا العضلة الخلفية كانت مؤثر عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية من الواضح كده ان هشام محمد لم يشارك ولن يشارك كافية هذه المباراة نظر اللي احنا شايفينه لن يدخل الى التدريب الجماعي زي ما انت كمان متابع زميل امير وكل جمهور النادي الاهلي متابع زي ما قلنا طبعا تدريب النادي الاهلي انطلق المربعات المعتادة من مستر مايكل ليندمان مخططة الاحمال اكيد كمان يكون نهاردة في غلق كبير للتدريب بعد ال 15 دقيقة المسموح ليهم من الاتحاد الافريقي المعتاد زي ما بنقول يا امير ان شاء الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي باذن الله باذن الله تكون المباراة الاولى من نصيب النادي الاهلي وايضا كمان تريحنا بشكل كبير جدا في مباراة العودة اللي هكون مباراة شرسة في حضور جماهيري كبير جدا ولو فيها استفسار يا امير انا معاك طيب كريم طبعا انت قلت لنا كل الاجواء الخاصة بالفريق وكل حاجة بس انا عايز اسألك بالتحديد على 3 عناصر من لعبي النادي الاهلي عايز يبقى فيه اطمئنان بس اكتر من خلالك على احمد فتحي الامور بالنسبة له مشي ازاي اسلام محارب الامور بالنسبة له كويسة ولا لا انا شايف احمد فتحي اه بيشارك في التدريب اهو بشكل طبيعي عايزين يعني زيادة من اطمئنان بالنسبة لجمهور النادي الاهلي من خلالك يا كريم يبقى احمد فتحي اسلام محارب وليد ازارو وأخبارهم إيه والأمور ماشية بالنسبة لهم كويس قبل مباراة بكرة لا لا بأكد لك زميلي أمير السلاسي جاهز بنسبة كبيرة جدا وده اللي أكد عليه مستر باتريس كارتيرون تسأل في المؤتمر على جهازية التكافة اللعبين الكل جاهز الكل إن شاء الله يكون في أهبة الاستعداد لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة الهامة والمرتقبة لكن في هذه اللحظات برجع لك زميلي أمير وكل جمهور النادي الأهلي وكل السادة المشاهدين